السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض إنه من دواعي السرور الكثير أن نكون أن جمعنا الله عز وجل بكم في هذا البيت الكريم بيت الله عز وجل وجعلنا إخوة متناصحين فيه وهذه العلاقة بين المؤمنين قال الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سيدنيphere الآTMاني الله لن نتمنى حقيقي إنه قرآن يقول يا أولئس يقول أن يصروا اليوم ويتم حصورهم أسألنا عز وجلس تثنين شخص Крас من أجل المسؤولات المسؤولات من المسؤولات والأجلاء ونحن نعطي الله ونحن نعطي الله يقول إن شخصي الله ويا إخوتي بهذه الحلقات وإن كانت العدد يسير والناس غافلة لكن مثل هذه الحلقات هي التي يباهي الله عز وجل بها ملائكته في الملائي العلى وهذه الحلقات هي التي يقول الله عز وجل وجل فيها لملائكته هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم لأن الملائكة تشهد مثل هذه الحلقات الطيبة حلقات الذكر بل ثبت في صحيح مسلم لفظة إن لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر أي تخصصها فقط عملها من عند الله أنهم يجوبون الأرض وينظرون مثل هذه الحلقات حلقات الذكر وعندما يجدون مثل هذه الحلقات يصطف بعضهم على بعض ويجلسون يستمعون الذكر وعندما يقول الله عز وجل لهم بعد حديث طويل بعد أخذ وعاته ماذا يسألونني ماذا يستعيدون إلى آخر حديث طويل يقول أشهدكم يا ملائكة إني قد غفرت لهم فيقولون الملائكة لله لكن فيهم فلان قد جاء لحاجته ما جاء يذكر جاء يريد أحد من الناس استحى جلس حتى تنتهي ويأخذ حاجة من الناس قَالَ اللَّهُ وَلَهُ قَدْ غَفَرْتْ فَهُمُ الْقَوْمْ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ معانا سُبْغَرْتْ فَالْغَبْتْ فَالَأَلْمَيْهِ اليوم يقول لهم ولكن الناس يقول لهم أخوة كتب الأنساء هذه الممتعات يحلون أن ت هذا الدريق من الناس يحلون والعز وجل قادام ولكن الله يحلو أن يتكون وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث فجاء ثلاثة نفر أحدهم وجد فرج فجلس والآخر ما وجد فاستحيا فجلس في الآخر والثالث نظر يمين والشمال ثم ذهب أعرضا بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه قَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَبَرِ الثلاثِ والثاني قال استحيا فاستحيا الله منه أن يعذبه يوم القيامة فاستحيا الله منه والثالث أعرض فأعرض الله عنه لذلك يا إخوة يجب على الإنسان أن يصبر نفسه يصبر نفسه على مثل هذه المجالس الطيبة إذا الله عز وجل يقول لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أحدثكم الليلة بحديث حلقة مثل هذه الحلقات كانت في زمن تابعين لكنها طبعا أفضل من حلقتنا لأنهم أفضل منا أشخاصا وزمانا في البخاري أن حسين بن عبد الرحمن وهو من الكبار التابعين قال كنت عند سعيد بن المسيب في حلقة مثل هذه كنت عند سعيد بن جبير في حلقة مثل هذه الحلقات حسين يقول كنت عند سعيد بن جبير فقال من منكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة تعرفون سعيد بن جبير سعيد بن جبير من كبار تلامذة بل أفضلهم تلامذة ابن عباس عرض القرآن تفسير القرآن مرتين على ابن عباس وأخذ أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قتله الحجاج بن يوسف الثقافي مات شهيدا قتله صبرا اعدال سنة خمس وتسعيل للهجرة ويوم أن مات مات وأكثر الناس في حاجة إلى علمه فعندما كانوا جلوس قال سعيد من منكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة الكوكب النجم الذي سقط البارحة يبدو أن شيء واضح كان جدا يعني بغاية الوضوح فرآه سعيد فقال من منكم رأى ما رأيت كانوا يقولها كذا الكوكب الذي سقط البارحة والنجوم تسقط تشاهدونها ترونها صحيح لأن النجوم خلقها الله عز وجل لثلاث أشياء خلقها زينة للسماء من يحفظ الله التي فيها النجوم زينة للسماء في سورة الملك نعم جزاك الله خير بارك الله ويقول لقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين إذن الفائدة الثانية لكواكب إيش رجوما للشياطين إذن الأولى إنها زينة للسماء والثانية رجوما للشياطين رجوما للشياطين والثالثة يهتدى بها في المشي في السفر علامات يهتدى بها يذهب بها الإنسان يمين وشمال وشرق وغرب وشمال وجنوب قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون تعني الموسيقى من يعرف يهتدي بالنجم إذا ظل منكم؟ من يعرف يستخدم النجم في يعرف اتجاه الشمال من الجنوب؟ كيف؟ ترون النجوم؟ هذي تدرسونه؟ طيب أنا أعرف لو السماء الصيف يكون تريتكم طيب سعيد بن جبير قال من منكم من أصحابه يسألوهم في هذه الجلسة؟ رأى النجم الذي انقضى البارح سقط البارح فقال حسين بن عبد الرحمن قال أنا يعني رأيته وين سعيد بن جبير عقس الاساسي؟ ونسوا باونويسي لإستعوى فرولاس نت ناين حسين بن عبد الرحمن سمي عسيا؟ فقال ثم قال حسين بن عبد الرحمن حتى لا يظن به الرياء لأنه يذهب العمل صالح فقال أما وإني لم أكن في صلاة أنا ما كنت صلي أما وإني لم أكن في صلاة ولكني لدغت لقد أما وإني لم أكن في صلي قال لكني لضغطني عقرب أو حية أو شيء نهجته فكنت مستيقظ فرأيته الذي رأى سعيد من الكوك فقال له سعيد ما صنعت لما لضغطك العقرب ما صنعت ما فعلت قال ارتقيت وفي لفظ مسلم استرقيت طلبت الرقية يعني قرأ الفاتحة أو المعوذات أو دعا دعا حتى يذهب عنه أذى السم فقال له سعيد ما حملك على ما صنعت وهذا فيه يا إخوة علامة الدين ما يوخذ هكذا الشيخ يقول ونحن نقول له السماء والطاعة نعم السماء والطاعة للشيخ لكن يلزم أن نعرف من أين أخذ الشيخ هذا من أين ما دليله يطلب بأدب انظروا سعيد ما قال له ليش عملت كذا لا قال ما حملك على ما صنعت فيه أدب رغم أن سعيد هو الشيخ وحسين هو الطالب لكن قال له إيش دليلك يا حسين على أنك ارتقيت عطينا الدليل وحسين سعيد USB ابن أجوبي ما أعطينا الدين فقد شانين ما أعطينا الدين نعم الرغم المتحسنا وقام لقد قلت وقام لقد قدالي سعيد BTوي اختبب سعيد مالطاعة لقد قلت وقال يكب الأرف هو يكب المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة فقال حسين دليلي قال حسين ما حدثناه الشعبي رجل من التابعين كبار التابعين قال ما حدثناه الشعبي قال عندي دليل حديث جاء نبيه الشعبي فقال وما حدثكم قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريدة ابن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقيتا إلا من عين أو حما بالتخفيف حما هي من لدغة لدغة ذاوة السبوب حسين وقاله أنه يسأل من عديده من بورايدة الذي يسأل من عباسة من بورايدة عباسة من بورايدة وقاله أنه يسأل من عباسة نعم رقية نعم يعني من عينا أو حمع بالتخفيف اللي هي لضغة العقارب أو الحياة أو شيء إذن حسين بن عبد الرحمن عنده دليل حديث صحيح لذلك سعيد قال له بعد أن قال الدليل قال له سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع جزاك الله خير لسمع دليلك وعمل به طيب سعيد بن جبير يخبرنا ثم قال سعيد انظروا هذا الحديث قال سعيد ولكن حدثني ابن عباس عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمام واختلفوا في هذا العرض متى قيل ليلة الإسراء وقيل رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأمام يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت النبي ومعه الرهد ورأيت النبي وليس معه الرجل ورأيت النبي وليس معه الرجل معه أحد إذن الأمام يوم القيامة كل أمة تأتي وراء نبيها أو رسولها لأن الله يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فأنظر يا إخواني الإيمان النبي يأتي ومعه الرهد من ثلاثة الرهد إلى عشرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء ليس لهم أتباع إلا ثلاثة أو أربعة أو تسعة هذا الرهد وبعضهم معه الرجل والرجلان وبعضهم ليس معه أحد نبي يأمر كل أمة التي بعث فيها كذبتكم ماذا نستفيد نحن من هذا الكلام نستفيد أن إذا بان لك الحق فاتبعه واصبر عليه حتى تلقى الله وإياك أنه إذا تعرفت الحق قلت والناس أخالف كل الناس من أجل الحق لا تخاف لأن أهل الحق دائما قليل لا تخاف لأن الناس من أكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين على الناس قَالَ وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ قَالَ وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُبَ الْحَقِّ وَتَوَاصُبُ الْصَّالِحَاتِ لَأَنَّ يَا إِخْوَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ النَّاجِينَ قَلِيلٌ من كل ألف تسعمية أو تسعة وتسعين يقادون إلى النار وواحد إلى الجنة رأيتم عجيب أمر عجيب من كل ألف واحد ينجى يا إخوة لذلك لما يقول لكم العالم ستة أو سبعة مليار كلهم في النار إلا أنتم يا مسلمون قل لهم نعم قال الإمام أحمد رحمه الله لا تعجب اليوم القيامة قال لا تتعجب ممن هلك كيف هلك لكن تعجب ممن نجى كيف نجى إِمام أحمد نعيسه يقول يوم القيامة ممن خيانه لا تزمن حين نمت حينه جهد لا تزمن حين يتم حينه جيدة يقول أن جميع أخراج لما يشعب النار كل اللقاء والقضع ياض رحمه الله كان يقول عليك بطريق الهداية ولا يغررك قلة ولا تستوحش قلة السالكين القضع ياض رحمه الله كان يقول عليك بطريق الهداية استقيم ولا تقول لنا وإياك وطرق الغواية ولا تغتر بكثرة الهالكين واصبر يا إخوة هذه الدنيا قليل متاع زائل في الآخر كلنا سنموت وننتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة الله ما مدح الدنيا أبدا في القرآن دائما يذملنا هذه الدنيا وإنها متاع زائل قليل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أفمن متاعناه متاع الحياة وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متاعا حسنا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن متعناه أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاعا حسنا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وقال مؤمن آل فرعون لقومه يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرآن لذلك يا إخوة العلماء يقولون لنا دائما ينصحوننا أن هذه الدنيا دار عبور فلا تعمروها لا تعمروها لا تجلسوا فيها هي دار تعبرون فيها إلى الآخرة هذه الدنيا فقط زاد تتزود منه للآخرة فقط لا تبقى لا تعمر هذه الدنيا إن الإنسان إذا عمر هذه الدنيا خرب الآخرة فيكره أن يرحل من هذا العمراء الزائل إلى الآخرة رجل جاء في سفينة رجع إلى بلده في سفينة وفي السفينة بدأ يصنع بيت يبني البيت في السفينة هذا عاقل لماذا لماذا ليس عاقل لأنه سينزل من السفينة هذا ما نفعله نحن الآن نحن الآن في سفينة تأخذنا إلى الآخرة فنعمر هذه الدنيا وننسى الآخرة لذلك نصح أبو حازم خليفة المؤمنين لعله عبد الملك بن روان أو عمر بن عبد العزيز نصح قال سليمان بن عبد الملك أبو حازم قال له سليمان بن عبد الملك انصح لي عظني لماذا قال سليمان يقول لأبي حازم يقول له لماذا لماذا نكره الموت ونحب الدنيا لماذا لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة قال له يا أمير المؤمنين لأنكم عمرتم هذه الدنيا وخربتم آخرة فتكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب والدنيا يا إخوة هذه الدنيا كلها الدنيا التي ترونها كلها مهما وصل الإنسان فيها درجة عالية من الغنى أو درجة أسفل في الفقر كلها تمر عليهم ثمانية أشياء يجب أن تمر علي الكل ثمانية أشياء يرونها الناس ويحسون بها غني والفقير نقل بعض المشايخ من المغرب أبيات عن شيخه كان يقول فيها يقول ثمانية تجري على الناس كلهم ولابد للإنسان يلقى الثمانية تجري على المشايخ من المغرب وعسر ثم سقم وعافية هذه الثمانية من الذي لا تمر عليه هذه الثمانية لا أحد كلنا كلنا الغني والفقير كله تمر عليه هذه الثمانية ولابد يوم يحزن يوم يسر يوم يجتمع يوم يتفرق يوم عليه أمر عسير يوم له أمر يسير ويوم سقيم ويوم معافى يوم يوم سقيم ويوم معافى سقيم ويوم إذن يا إخوة إذا عرفنا هذا الشيء ما تقول الغني لا الغني يا إخوة يكفيه يكفي الغني هم هم وغم إذا الإنسان أعطى لرجل أغنى انظروا رئاساء الدول والملوك ترونهم كأنهم سعداء بالمال لكن أعطاهم الله هم لا تشعرون به أنتم ونحن الناس العادية ما تشعرون به وهو هم أنه متيقن أنه سيترك هذا الملك ويموت هم نكفي الغني نحن ما عندنا ما نخاف عليه يذهب نذهب نذهب اليوم هو غدك هو عنده القصور وعنده وعنده ويخاف لما يقول أنا غدا سأموت ينكد معيشة كلها تتنكد لذلك المتنبه ماذا كان يقول يقول وأشد الغم عندي في سرور يقن صاحبه منه انتقالا أو عنه انتقالا أشد الغم عندي قال في سرور ورجل فرحان ثم يقول هذا الفرح سينتهي ويذهب ويأتي الحزر يقول هذا الفرحان ليس لك على chuyكوب من العالم لكن علينا الغمام الشخص نحن الكشيط تقول هكذا ثم يقول هكذا ثم يقول مسكين بعد ذلك الأمر يبدأ نحن نحن إستمره الغم نقاط المتطرب يقول فيا إخوة من أراد خيرا لا شر فيه الآخرة من أراد دار القرار الآخرة الجنة يومان يقسم الله الناس فريقين فريق للجنة وفريق للسعير هذا الذي فاز هذا الفوز الحقيقي إن هذا لهو الفوز العظيم يا إخوة تصور أنك أنت ضع الآن أنك أنت الله منع عليك وإن شاء الله كلنا يجمعنا في جنة النعيم الله منع علينا وقال أنتم أصحاب الجنة ثم سمعنا مناديا ينادي ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت والله ستنسى أهل النار أنت تقول حمد لله أنت تقول حمد للهوز العظيم أنت تقول حمد للهوز العظيم أنت تقول حمد للهوز العظيم لا يموت للهوز العظيم طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها في هذه الحياة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطن جعلوها لجة بحراً جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنها لذلك في الدنيا جعلها الله عز وجل لنجمع منها للآخرة وتزودوا أي من هذه الدار فإن خير الزاد تقوى لذلك كونوا من أتباع الحق يا إخوة إذا سمعتم منادي الله ينادي للتوحيد ينادي للإيمان ينادي لنبذ الشرك حتى لو خالفوكم الناس عضوا على الحق بالنواجب ينادي لن يريد المستمرق إلى توحيد ينبذ المستمرق إلى فتح الله وإن المستمرق إلى الشرك ننبذ بإمكانهم وإن أنهم تعلموا فكل الحقيق إذا سنعرف أمام المستمرق إلى الله نرى الكرام الحديث لا يزال نحن لم نبدأ لكن الكثير طويل نأخذ خمسة زيادة طيب نأخذ في خمس دقائق استعدنهم قل لهم خمس دقائق خمس دقائق خلق تذكرون بعد خمس دقائق خمس دقائق خمس طيب طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأيت سوادا عظيم فقلت أمتي هذه أمتي فقيل لي لا هذا موسى وقومه ثم جاءت البشارة لنا قال ثم رأيت سواد عظيم جاء في بعض الروايات قد سد الأفق ما فيما تنظر كثير جدا وناس كثر فقيل لي هذه أمتك ما فيما تنظر ما فيما تنظر سبعون ألف سبعون ألف يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب فبنة سوف تنظر من اللقاء بسهر موسيقى حتى لدي مقابل وحتى لدي مقابل السبعون ألف سيشرح أبو الشيخ أبو بكر لكم إن شاء الله في درس آخر لعلة لنلتقي فنجعل له إن شاء الله يعدنا هنا وعد يشرح لكم السبعون ألف وصفاتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عن السبعين ألف الغني ولا الفقير ولا الرئيس ولا الطويل ولا القصير ولا الأبيض ولا الأسمر ولا الرومي ولا العربي ما قال هذا كلام لا أعطى صفات أنت تستطيع أن تحققهم وأنا نستطيع أن أحققهم وهذا يستطيع أن يعمل بهم فصفات عامة من حققهم في كل عصر حتى قيام الساعة دخل في السبعين ألف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قلت هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل لما قال ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير الحساب والأذب دخل منزله دخل فخاضوا الصحابة في ذلك بدوا الصحابة يجتهدون منهم السبعون ألف فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أمور كلهم بدوا يجتهدون وندع صفات سبعين ألف للشيخ أبي بكر إن شاء الله جزاكم الله خير في هذا كفاية إن شاء الله إخوة ونسأل الله أن يجعلني وإن شاء الله